على الأستاذ على الإمام لماذا أسمي الشيخ؟ لأنه كان زعيم الحششين اسمه شيخ الجبل رئيس القوم اسمه شيخة لكان اسمه أمير ولا سلطان ولا خليف قال لك أنا شيخ الجبل الحسن بن علي الصباح قال لك الشيخ تركيز رهيب عليه والمبالغة والتهويل في قيمته ومزاياه وخصائصه وأن لديهما العلوم كذا وكذا ومعلوم الخفاء وم القدرة وم الكريزمة يعني شيء كبير بصير وقد يكون شخصا سفاكا قاتلا أثيما مجرما فقط فقط يخلوه شخصا كبيرا ما ضلش إلا أن يقولوا صلى الله عليه وسلم يعني التركيز على إيه على الإمام أو الشيخ أو الأستاذ لماذا الأستاذ؟ لأنه زعيم المحفل اسمه إيه الأستاذ على فكرة اللي بسمع بالماسونية الماسونية عندها ثلاث درجات أساسية فقط درجة إيش الصبي الصبي هذا اللي بده يتعلم المهنة بعدين درجة إيه الزميل في المهنة ودرجة الأستاذ وأعظم أستاذ في المحافل الماسونية الأستاذ الأعظم وعلى فكرة مصطلح أستاذية العالم مصطلح ماسوني انتبهوا قضية خطيرة ومكتوب في الأدبيات الماسونية أستاذية العالم والأستاذ شيء مخيف لكن طبعا المحفل اسكتلندي فيه 33 درجة بعض المحافل على أقل في أدبياتها عندهم ألوف الدرجات لكن هذه الدرجات الثلاثة الحشرين عندهم درجات سأشرحها إن شاء الله في الدرس عندهم درجات سبعة سأشرحها وهكذا فعندهم المبالغة في في الإمام أو الأستاذ أو شيخ الجبل أي أن كان والتهويل حوله يعني بني على هذا الدعاء ماذا الدعاء الإمام هذا أو شيخ الجبل والدعاء أتباعي فيه أنه احتكر الحقيقة المطلقة بتكون معاه بتكون من أهل الحق مش معاه أكيد أنت مش على حق يابتكون جبان يابتكون منافق يابتكون مدسوس يابتكون مصلحة بس أنت مش على حق انتبه الحق كله عندنا كلهم نفس الطريقة على فكرة كلهم نفس الفكرة ما خطير على فكرة كلهم نفس الاعتقاد ويدرس وقارع أنت هيقشعر البدن منك تقول هيا تخرجوا على أستاذ واحد طبعا نفس البرامج هي تستسلف وتستنسخ باستمرار فيه أيضا ينبني على هذا ماذا طيب أنت مع رجل ما شاء الله عليه شبه إله في الأرض إله أولمبي ويحتكل الحقيقة المطلقة بل الذي تم انتخابك منذ البداية حين تفرّسوا فيك أنك طيّع عظمك لي يمكن أن تكون مستحمرا مستغفلا تابعا خانعا لا يحبون على الذكياء ولا ذوي الحس النقد المشاغبين أبدا وهذا سنشرحه أيضا ما يحدث هنا يحدث الطاعة المطلقة تطيع طاعة مطلقة دون تردد يصل الأمر للقتل تقتل 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 وقد تقتل ناسا من ذويك أو من المقربين أو ممن لهم فضل ويد عليك تقتلهم شيء غريب الطاعة المطلقة بعدين خمسة الهيراركية أو التراتبية مراتب خمس مراتب سمع مراتب سبعة عشر مرتبة سبعين مرتبعيا كنا في مراتب دقيقة وهذه المراتب طبعا توزيعها لا يتبع بالمرة الكفاءات الحقيقية والاستحقاقات الفطرية أو المكتسبة وإنما ماذا مدى القناعة ومدى الإخلاص الأعمى في خدمة ماذا البرنامج السر الخبيث ستة يا إخواني كما لخصه المؤرخ الألماني الشهير فون هامر في كتابه تاريخ الحشاشين تاريخ المجرمين تاريخ مهم جدا هذا في القرن تسع عشر كتب قال كل هذه البرامج تقوم على فكرة واحدة مركزية حشد جماهير غفيرة من الناس لتحقيق غايات وأهداف لا يعرفون حقيقتها مغفل فكهان بخدموا الإسلام بخدموا الدين بخدموا على الحقيقة السلم الأخوة المساواة عند المسلونية الإنسانية وهم بخدموا أهداف مش فاهمينها طبعا غلابة هذا كمانشي مهم سبعة أخذ التبرعات الإلزامية من أعضاء الأخوية أو التنظيم أو المحفل أو الجماعة أو إلى آخر كلهم عندهم نفس الشيء بدأ من القرامطة في كل عضو بده يدفن ومرات بتكون نسب كبيرة خمسة في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة وعند الجد بدك تضحي بكل ما تملك إذا اقتضى الأمر ذلك ما أيضا هذا مسلك عند الجميع عند كل هذه التنظيمات عند كل هذه التنظيمات ثمانية استخدام العنف توسل العنف الذي يتجلى في أبشع صوره وهي صورة الاغتيال المنظم السياسي باغتيال شخصيات وازنة مهمة والشخصيات هذه قد تكون هي رحمة الله بالأمة والله وقد يكون التعويل عليها يعني يوم قتل نظام الملك نظام الملك هذا شخصية مهمة جدا جدا أحد الذين خدموا الحضارة الإسلامية وبانى النظاميات نظامية نيسابون نظامية بغداد رجل فاضل وصالح قتل يتكرر هذا في كل مكان وتشوف المقتولين ناس وطنيين كان محكوم عليهم بالإعدام من الاستعمار والمحاكم عسكرية تم اغتيالهم بشعر بدنك هذول الذين قتلوا نعم هذول بالذات الذين قتلوا بالرصاص مطلوب قتلهم شيء لا يجاد يصدق حين تفهم قتلك يدوخ الإنسان حين يفهم يدور عقله حين يفهم لكن نحن نريد أن نفهم بصراحة الخطة مبنية على أن نفهم مش على أن نستغبى نريد أن نفهم آخر دراسة أمريكية قال لك من سماة الأذكياء عفوا مش أمريكية ألمانية لا يحبون الغموض يحب يفهم كل شيء مع أنهم مرنون جدا جدا يغيرون جهة نظرهم مش انتهازا لأنهم مرنون يحترمون العراء الأخرى لا يحتكرون الحقيقة المطلقة أبدا ويعترفون بأخطائهم وليلقون باللائمة على غيرهم أنا وجدت هذه الدراسة الألمانية الحديثة سبحان الله تقول المخلصون حقا هم الأذكية بالضبط يعني بسيغة دينية تقول المخلص هذا المخلص المخلص هكذا والمتواضع مش المتربب العام الحالو إله رب في الناس احتكر الحقيقة المطلقة تعالوا معي تنجو اتركوني تهلك وأعوذ بالله ما هذا طي إذن هذا أيضا سما خطير جدا ومهمة يا أخواني بعض هذه التنظيمات كانت تعمد إلى أخذ الأطفال وهم صغار وأحيانا يخطفونهم ليربوهم على ماذا على برامجهم الفذة المخيفة الخطيرة هذه سما بين كثير ليس بين الكل لكن بين كثير من هذه التنظيمات لأنه طبعا حيانا تربي الطفل وهو طري العود خلاص أبدا هذا يصبح عبدا مستعبدا بالكمال والتمام لك إلى طبعا صفات وسمات أخرى خذنا نذكره إن شاء الله في الدرس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وجبرنا